حبائي قصة الميلاد أنه فعلاً راح يوسف ومريم ولم يجدوا مكان تخيل؟ يعني ما فيش أي مكان وجدوه في بيت لحم يعني طبعاً في بيت لحم وما بديروحوا عند الأقارب أو الناس اللي بيعرفوهم لأنه الترجمة الإنجليزية إن يمكن ما بتوفيها حقها لازم تكون من أهل البلد عشان تعرف شو المقصود الكلمة كاتالينا بتعني الفناء المجاور عادة كانت مغارة لجمع أو زي مخزن لجمع الحبوب وبنفس الوقت لما بيكون الطقس بارد أو ماطر بيجيبوا الحيوانات وهذا بفسر العلامة لما الملاك ظهر للرعاة في حق الرعاة في بيت صحور وكانت العلامة تجدون طفلاً مقمطاً مضجعاً في مذود المذود هو مكان طبعاً وين اللي بيطعمه في الحيوانات تخيل أنه أصبح سرير بالنسبة للطفل يسوع وبعدها لما سمع هرودوس عن حاشية كبيرة جاءوا من المشرق حكماء في موكب يعني كبير وهدول العلماء وحكماء اللي بيشتغلوا في البلاط في قصور الملوك وعندهم تخصص في علم النجوم وبتابعوا وأدركوا وكانوا بيمشوا يعني إذا أجوا من بلاد فارس بالمنطقة وين هنا موجدين يعني عملياً مشوا أكتر من ألفين كيلو متر ألفين كيلو متر حتى يوصلوا وصلوا للقدس راحوا للمكان الغلط وسألوا هرودوس أين هو المولود ملك اليهود وطبعاً المجوس راحوا لبيت لحم وين النجم وسجدوا للرب يسوع وقدموا هدايا لبن ذهب ولبان ومر وطبعاً سمعوا صوت الملاك يعني أوحى إلهم وهربوا بطريق تاني والملاك ظهر ليوسف أنه يهرب إلى مصر وهذه الأحداث على فكرة كلها مش بس موثقة في الكتاب المقدس يعني لما راحوا لمصر التقليد الكنسة في الكنيسة القبطية بيعطوك أماكن عديدة وين سافرت العيلة المقدسة وهذا دليل لأنه خلي بالك هرودوس كان صديق مارك أنتوني طبعاً إحنا منعرف قصة مارك أنتوني وكيليو باترا واتنين ماتوا وأكتافيوس اللي هو أغسطس قيصر ضم المقاطعات الشرقية ضم مصر للإمبراطورية فإذن هرودوس كانت إيده طايلة كمان لمصر وهذا بفسر تنقل العائلة من مكان إلى مكان حتى وصلوا الصعيد وصلوا لأسيوت أنا أتكلم بحسب طبعاً التقليد الكنسة وهذا بفسر الأحداث وبعدين برضو بحلم رجعوا للأراضي المقدسة ولكن كان في حاكم شرير لأن هرودوس الكبير مات وتوزعت مملكته على ثلاث أولاد الملك اللي كان بيحكم اليهودية أرخلاوس كان فاسد كان شرير تركوا القدس وأجوا سكنوا في الناصرة لتتميم النبوات هاي الأحداث كلها حدثت أحبائي حتى نشوف الظروف اللي مرت فيها العيلة من محاولات القتل من الكراهية من اللجوء اللجوء يعني هربوا لأرض مصر والربارك مصر بسبب العائلة المقدسة وهكذا ما كانتش ظروف هوينة ويمكن اليوم في ناس بتشاهدني عندك ظروف صعبة جدا في بلادك اللي انت المفروض تعتز فيها 80% من أهالي بلادنا عاوزين يتركوا البلاد لأنه مش عم بشعروا أنهم في بلدهم للأسف وهي البلد عم تكتر فيها اللاجئين والنزاعات والحروب والخصام والكرهية والعنصرية كلها كانت في أيام المسيح العنصرية الدينية والعنصرية السياسية العنصرية الاجتماعية الطبقات بين المجتمع ولكن المسيح أحبائي اختبر كل هذه الأمور ليتعاطف مع جسم بشريتنا اشتركوا في القناة